على التحليل والاستنتاج أفسر سبب انجذاب قصاصات الورق الصغيرة إلى طرف القضيب الفلزي في أثناء وجود طبعا قضيب الأبونايت قريبا من طرفه الآخر فإذن هون أنا بدي أفسر له أحكي له ليش نجذبت عندي قصاصات الورق اللي بتكون صغيرة إلى طرف القضيب الفلزي في أثناء وجود قضيب الأبونايت قريبا من طرفه الآخر شو السبب في ذلك؟ تبهو أكتب الجواب عندك لأن القضيب الفلزي شحن بالحف من قضيب الأبونايت المشحون بالدلك بشحنة سالبة فأصبح طرفه القضيب طرف القضيب الفلزي طبعا يعني قريب فأصبح طرف القضيب الفلزي من طرف قضيب الأبونايت الآخر سالبا ومن طرفه الآخر موجبا لذا جذاب قصاصات الورق مرة أخرى أفسر لكم المكتوب هلأ بحكي لي قضيب الفلزي شحن بطريقة تسمى الحف هلأ هاي الطريقة طبعا شحن تم شحن فيها قضيب الأبونايت طبعا المشحون بعملية الدلك الآن شروع الشحنة شحنته سالبة بالتالي أصبح طرف القضيب الفلزي واضح اللي أنا قربته من طرف قضيب الأبونايت سالبة ومن طرفه الآخر أصبحه موجبا يعني الطرف اللي بيكون قريب منه أصبح سالبة لأنه اكتسبها منه الطرف اللي بعيد أصبحت شحنته موجبة الآن لذلك طبعا جذب قصاصات الورق اكتب لي الجواب عندك مرة أخرى لأن القضيب الفلزي شحنة بالحف من قضيب الأبونايت المشحون بالدلك بشحنة سالبة فأصبح طرف القضيب الفلزي من طرف قضيب الأبونايت مايت سالبة ومن طرفه الآخر أصبح موجبا لذا جذب قصاصات الورق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر